وطبقا لثنائية الحصاد والبيدر فإن المحصلة ليست بالضرورة تحت سيطرة العراقية وهو ما يمثله القلق الذي أبده البيت السياسي الشيعي من تمديد مهمة المبعوثة الدولية جينين بلاس خارت أربع سنوات جديدة باعتبارها تقود مشروعا خارج مهمتها الدولية وفي هذا الجانب يتهم القيادي في اتلاف دولة القانون جاسم البياتي المبعوثة الأممية تنفيذ ملفات معادية للعراق مضيفا أن التمديد يهدف إلى منح الإقليم دورا أوسع والهدف الثاني إضعاف دور الحكومة وتوحيد الموقف السني والكردي وأبدأ عضو مجلس النواب محمد البلداوي امتعاضه من المؤثر الخارجي في تشكيل الحكومة على أنه لم يكن إيجابيا وقال البلداوي بلاس خارت كانت اللاعب الأبرز فيما وصلنا إليه من انسداد وأزمة سياسية نتيجة تدخلها وما جرى بعد ذلك ألقى تبعاته على العملية السياسية مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للفعل الوطني لدرء جميع العقبات والوصول إلى تفاهمات يمكن من خلالها تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية ترجمة نانسي قنقر